أهلا بكم مشاهدينا في تغطية جديدة عن آخر مستجدات الأحوال الجوية والطقس حيث أعلنت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلاني بهيئة الأرصاد الجوية أن طقس اليوم مستمر في الانخفاض في درجات الحرارة مع استقرار الأحوال الجوية وأكدت أيضا على وجود السحب العليا والمتوسطة التي تحجب جزء من أشعة الشمس وتساعد على الإحساس بانخفاض درجات الحرارة وأوضحت أيضا أن الأجواء صباحا خلال فترة النهار لطيفة تماما على أغلب المناطق الشمالية وأيضا القاهرة الكبرى والواجه البحري ومائلة للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأضفت أيضا أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى اليوم ستسجل 22 درجة مئوية وحضرت أيضا الأرصاد من أن طقس الليل سيكون مائل للبرودة على كافة أنحاء الجمهورية مع انخفاض منحوذ في درجات الحرارة أما بخصوص الشبورة المائية فأشارت إلى أن هناك تكون للشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية أما عن طقس الأيام المقبلة فأكدت أنه يشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة وتسجل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى ما بين 23 و24 درجة مئوية فيما تسجل درجات الحرارة اليوم ما بين 26 درجة مئوية على محافظات جنوب السعيد كأس أسوان وأبو سنبل والأقصر وإنم أما عن فرص سقوط الأمطار فهناك فرصة لسقوط الأمطار على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط بداية من الغد وطلبت الأرصاد الجوية المواطنين بعدم تخفيف ملابسهم خلال ساعات النهار وارتداء الملابس الشتوية خلال ساعات الليل المتأخرة منعا للإصابة بنزلات البرد ومتابعة النشرات والإنذارات الجوية يوميا وتحديثها أما عن قائد السيارة فناشد خبراء الأرصاد الجوية فناشد خبراء الأرصاد الجوية عفوا قائد السيارات الالتزام بالسرعات المحددة عند القيادة وذلك نظرا للخفاض الرؤية على بعض الطرق وحرصا على سلامة المرة والركاب ومنعا لوقوع الحوادث أما بالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد فستسجل القاهرة العظمى 22 والصغر 15 6 أكتوبر العظمى 23 والصغر 15 بنهى العظمى 22 والصغر 16 ده منهور العظمى 22 والصغر 15 كفر الشيخ العظمى 22 والصغر 16 المنصورة العظمى 22 والصغر 15 ضمياط العظمى 22 والصغر 16 برسعيد 22 للعظمى والصغر 17 الأسماعيلية العظمى 23 والصغر 15 وعن حالة البحر المتوسط فهي خفيفة إلى معتدلة ويرتفع الموج من متر إلى مترين إلى ربع والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح سطحية شمالية غربية أما عن احتمالية حدوث سيول جدة في مصر وخلال فترة مقبلة والتي بالفعل أودت بحياة بعض الأشخاص وتسببت في تلفيات وغرق الآلاف من السيارات فقالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية أن سبب سيول جدة هو منخفض السودان الذي يضرب السعودية وبالتالي تسبب في سقوط كميات كبيرة من الأمطار بعد تكون صحب رعدية وأيضا هناك موجة تقلبات تمر على بحر العرب إلى البحر الأحمر كما يدفع كمية من الرطوبة ويؤدي إلى ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ويترافق معه حوض علوي يهيئ لفرصة سقوط أمطار هذه كانت مشاهدين آخر مستجدات الأحوال الجوية والطقس ولكن مستمرين في تقديتنا ومتابعتنا مع حضراتكم على مدار اليوم نشكركم على طيب المتابعة وإلى اللقاء